ازاكم الشابين ما عاملين ايه? معكم عمر من المعاقبة في رمكوبون. النهار ده هكلمكم على فئة من الادوية القادرة على علاج الصلع الوراسي ونتائجها بالبان في خلال ايام معدودة وهي فئة ادوية الويند فاسوي. وبالاخص هتكلم على ده هو اسمه طبعا هو بالاسم المعوق ده لانه هو لسه يليه لم يخدش التصريح لعلاج اي حاجة. زي مثلا اريو اللي هو يعتبر مضاد اندرجين مشهور. هكلمك على طريقة عمله وهنا هو شايق ولا لأ والنتائج المبدئية منه هلا هي كويسة. وبرضه هكلمك على رأي الشخصي عن الفئة دي من الادوية. طبعا لعلاج الصلع الوراسي في احنا وصلنا على عكس لما الناس كتير بتحاول تقول لك الى ليفل كويس جدا. العلاجات الاساسية اللي هالف ناصر دي المرسي دي. زراعة الشعر. العلاجات المساعدة التانية اللي بكنا معنا في القناة. بتدي نتيجة او نتيجة مرضية. بتصع سعين في المهم للاشخاص. لو انت ماشي على بروتوكول مناسب لحالتك وعارف ان تتعمل ايه كويس وما بتسمعش كلام الناس الهجاسة او الناس اللي بتحاول تابع لك الوهن. لو انت فعلا عندك صلع وراسي ومشيت على الروتين كويس. فانا حتى شايف ان الناس اللي متقدمين جدا في الصلع يقدر ان هو يرجع نسبة كبيرة من شعر. بس بصراحة ان يكون في علاج جديد بيشتغل بطريقة عمل غير الحاجات دي. فهيكون مرحب بيه جدا. وهيكون اضافة كويسة للروتين اي شخص بيحاول يعالج الصراع الواصل. طبعا للدراسات المبدئية في الدواء اللي هرمز له اللي بقيت الفيديو باسم فقط. آآ له ان هو بيؤدي الى زيادة او طول الشعراية حتى بعد يومين فقط من ابدات العلاج. ولما اعرفش في الدواء ده يعتبر مشتاق من دواء اسمه السايكلوس بورين ايه. السايكلوس بورين ايه هو دواء مصبطة للمنع بيتم استخدامها للناس اللي بتروح تعمل آآ عملية زراعة اعضاء. عشان ما يحصلش فيه للترانسبلانت او يحصل رفض للعضو المزروع. بس في نفس الوقت كواحد من استخداد بتاعته ان هو بيعمل قوي جدا. بس بسبب ان هو دواء سرطان او ان عراضه الجانبية مش هتشفعله وان يستخدم لعلاج الصلاع الوراثي. فهو ما بيستخدمش نهائي للمشكلة دي. ومش ادمي بصراحة انك تستخدم لمجرد من موشعة. والعلامات لما جم يبصوا على الناس اللي بيتم علاجهم باستخدام السايكلوسبورين ايه. ولحظوا التعبير الجيني عندهم او الجين اكسبريشن. لقوا ان في اه جينز كتيرة مرتبطة اه بتأسير سايكلوسبورين على نمو الشعر. وكان ابرز واحد فيهم جين اسمه اس اف ار بي وان. ولقوا ان التعبير عن الجين ده قل بصورة كبيرة جدا وان هو يعتبر الجين المرتبط بنمو الشعر. يعني كتبسيط سايكلوسبورين ايه قلل التعبير عن حاجة اسمها الاس اف ار بي وان. وبالتالي زود نمو الشعر. ولو كنت بص على از اف ار بي وان فهتلاقي ان هو بينظم او اشارات وان هو بيقلل حاجة اسمها او مستويات واللي ما عرفش البيتا كاتنين بيقلل مستويات الويند. طبعا للناس اللي تاين عندنا اللي ما كانش بتصفرها على فيديوات القديمة. فواحد من التأثيرات السلبية للدي تشتي على دورة نمو الشعر ان هو بيصبت وبالتالي بيعيق نمو الشعر بالتركيزات العالية له. وان الاشخاص اللي عندهم صلع وراسي بيكون عندهم زيادة في مستقبلات الاندرجين. وبالتالي بيكونوا عرضة اكتر لتأثير السلبي على مصائلة الشعر. ومستقبل الاندرجين يعتبر من اكتر الحاجات المرتبطة بحدوث الصلع الوراسي. عشان كده خط الدفاع الاول ليه هو فات الادوية زي الفناصرة الاود وتاسرة لانها بتقلل بالتالي بتقلل كبح وبالتالي بتقدي الى نمو الشعر. فعشان كده العلماء قرروا ان هما يستخدموا دواء وهو يعتبر مانع للجين الاسمه وبالتالي حفز وبالتالي خلى الشعر ينمو بصورة افضل. يعني باختصار شديد جدا ان بيحفز نمو الشعر عن طريق ان هو بيحفز عن طريق ان هو منع حاجة اسمه اللي يعتبر بيعيق بصورة طبيعية. والمركب اللي اسمه ممكن ان انت تستخدمه عشان تحفز نمو الشعر عن طريق ان هو بيزود طبعا هل هيكون الحل النهائي او ترياض للصالع الوراسي? في الحقيقة لا اه هنحتاج لصات اكتر عشان نعرف الموضوع ده. اه هل مسلا ان هو هيكون كافي ان هو يعكس الصالع الوراسي او هيكان ليه نسبة للشعر عالية بعد مسلا ما يكون صلاعية خلاص? هل هو مسلا هيكون وسيلة للحفاظ على الشعر من عملية صغيرة البصيلة بعيدا عن تقليل اه هل نتائجها تكون قوية ولا ضعيفة? اه كل الحاجات دي محتاجة دراسات على البشر. والسؤال الهام هنا هل هيكون هو امن ولا لا? لان زي ما انا قلت فالوينت مسؤول عن انقسام الخلايا في انحاء الجسم. ممكن برضو يكون انه مرتبط بحدوص السرطان فهل هيكون السفتي بتاعت الفئة دي من الادوية موجودة ولا لا? بس غالبا والان انا متوقعوا ان حتى لو الفئة دي من الادوية ناجحة انها تحصل على بتصريح الايف دي او ان هي تكون متاحة لعامة الناس فهم هيكونوا في افضل حل علاج ثانوي مع الادوية المصرحة لالفرنسة الاول من موكسيديل او حتى العلاجات التجميلية زي الزراعة. انما مش هيكونوا علاج الصولو نهائي. وهيحتاجوا مساعدة الفئة التانية من الادوية المعروف والمثبت فعاليتها لحد دلوقتي. طبعا المستقبل هيبين لنا الكلام ده صح ولا لا. بس لحد ما العلماء يكتشفوا علاجات مثبت فعاليتها لعلاج الصراع الوراسي. مش مجرد شوية ناس يقول لك العلاج السحري لعلاج الصراع في يومين. ولا مرواجين الجلسات ولا مرواجين الاعشاب. فاحنا هنلتزم بالعلاجات الاساسية. احنا عارفين انها بتجيب نتيجة. ونمشي على الورطين مناسب لحالتنا. بس كده اشوفكم في الفيديو في الجاته.